هذا وقد أجاب مجلس الوزراء عن عدد من التساؤلات حول قواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التجسيرات للمصريين المقيمين في الخارج والصادر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومن ضمن أبرز التساؤلات التي تم الرد عليها شروط الاستفادة بأحكام القانون والوضع بالنسبة لمزدوج الجنسية وتعامل على السيارة بعد استرادها وما إذا كان هناك إجراءات خاصة في حالة استراد سيارة مستعملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر